أستاذ سيادتك أفنم في افتتاح مركز إبداع مصر الرقمية بقصر سلطان حسين كامل بالقاهرة أختتم حديثة فنم بمجموعة من المؤشرات الرقمية التي ربما تعبر عن أداء قطاع للصلاة والتكنولوجيا المعلومات في الأعوام الأخيرة صدرات الرقمية نمت من 3.6 مليار دولار في العام المالي 18-19 إلى 4.9 مليار دولار في العام الماضي 21-22 أيضاً نسب نمو القطاع تتراوح بين 15-17% كل سنة إن شاء الله مستمرين في تحقيق هذه النسبة المرتفعة في الأعوام القادمة هي واحد من الأهم الأرقام التي نعتز بها هي أعداد المستفدين من برامج بناء القدرات الرقمية والبرامج التدريبية التي نطلقها في العام المالي 18-19 كانت خطة الدولار للصلاة والتكنولوجيا المعلومات تستهدف 4.000 متدرب بكلفة استثمارية قدرها 50 مليون جنيه في العام المالي الذي انتهى منذ أيام 21-22 الحمد لله أتممنا تدريب 200 ألف متدرب بكلفة استثمارية قدرها مليار ومئة مليون جنيه يعني الموازنة المرتبطة بالتدريب ورفع الكفاءة تضعفت 22 مرة في ثلاث سنوات وعدد المستفدين من هذه المبادرات التدريبية زاد 50 ضعف في ثلاثة عوام إن شاء الله في العام المالي 22-23 نستهدف تدريب 22-25 ألف متدرب باستثمارات قدرها مليار و300 مليون جنيه حياداً عكس على مؤشر آخر في منتقى الأهمية وهو قدرة شبابنا في الشركات النشئة على جذب الاستثمارات الأجنبية وأهمية هذا المؤشر أنه نحن نجذب مستثمرين من دول أخرى لديهم فرص استثمارية في دول مختلفة يختارون منها ما يرونه أنسب وأكثر جاذبية في عام 2020 شبابنا في الشركات النشئة في قطاع التكنولوجيا جذب استثمارات بـ 190 مليون دولار في عام 2021 رغم ظروف الجائحة قفز هذا الرقم من 190 إلى 490 مليون دولار هذا العام إن شاء الله نستهدف 850 مليون دولار تحقق منها 350 مليون دولار حتى الآن آخر مؤشر هو متوسط سرعة الإنترنت الثابت الذي ذكرته كنا في المركز الأربعين على إفريقيا قبل ثلاثة أوام منذ بداية عام 2022 نصر في المركز الأول إن شاء الله دايماً نصر وأبداً في المركز الأول والصدارة